النهاردة حب اكلمكم على كريم العين بتاع ستارفلف هي اللافينا. انا كنت مش تريعها من فترة كبيرة. انا اي كريم عين بجيبه. بحب اللي انا استخدمه كريمات العين بالزاد. بحب اللي انا استخدمها فترة كبيرة. حس اللي انا اشوف النتاج بتاعتها هتبقى ايه بالزبط. الشكل بتاع الكريم إليه يقوم ب وهكذا الشكل وسأخذكم الملمس نفسه من يجوäd 갖고 الى��고 بالنسبة للعلبة التظهر المitted desktop じد ببص BEYx الكمية الذي يريدها بصبوت كريم من الس belangrijk سيكون لونه بيج وبktion سيكون على هيئة جلم كيف ونهال كريم من الاعمال بس ya دقيقةك质ه كريم لا هو ما بيعملش اي حاجة تجميلية بس اول لما بتحط تحت العين وبتوزعيه تحت العين ما بيكونش ليلون ولا اي حاجة هو الكريم ملمسه خفيف ملمسه ملمسه جل اول لما بتحطه على العين وبتوزعيه خلاص البشرة بتمتصه خالص الشركة كاتبة ان هو داخل فيه فيتامينات كتير داخل فيه فيتامين اي وفيتامين سي في نفس الوقت الشركة كاتبة برضو ان هو بيعالج التجاعد وفي نفس الوقت بيعالج الهالات وبيعالج الانتفاخات اللي تحت العين موجود في كاستر اي اللي هو زيته الخروع وموجود فيه برضو مستخرج القفيار وموجود فيه فيتامين اي وفيتامين سي وموجود فيه اخر مكون من المكونات اللي هو السوديوم هال neuen اللي هو الجزائيات بتاعة الهيلورونيك الصغيرة وبرضو موجود فيه مكونات تانية كتير السيديات اهم مكونات موجودة فيه وفي نفس الوقت اللي هي المكونات اللي انا عارفها بالكريم نفسه مجوة هو لريحها فيه ريحة عدر بس بالنسبة لي ما عملش اي مشكلة تحت عيني فاي ريفيو بعمله بحب اللي انا اقول على ريحة المنتجات خصوصا باني في بشرات معينة بتتحسس لو في ريحة عطور بالنسبة بقى لتجربتي معانا زي ما قلت لكم استخدميه بقى لي فترة كبيرة هو ككريم ترطيب لمنطقة العين كويس جدا بقى بالنسبة اللي هو بيعالج الهالات لا بصراحة انا ما شفتش منه ان هو بيعالج الهالات شفت منه ان هو بيخلي منطقة العين مستريحة معنى اللي انت لما بتستخدميه لو مثلا عينيكي دبلانة بتحس ان انت مرهقة زيادة عن اللزوم لما بكونت باستخدمه بحس لأ ان بشرتي كده كأنها مستريحة كأن فيها نظارة لكن كعلاج للهالات لأ ما شفتش منه نتيجة للهالات اساسا اهم حاجة انا بستنيها اصلا من كريم العين ان هو يدي ترطيب كويس طول ما الجلد مترطب فهو مش هيجف فبالتالي مش هيظهر خطوب او مش هيطلع تجعين ان اساسا الترطيب مهم جدا سواء للبشرة سواء للجسم سواء لمنطقة العين طول اساسا ما انت بترطبي منطقة العين وطول ما منطقة العين مترطبه كويس جدا فبالتالي هيبانى على المنطقة نفسها ان هي مستريحة هيبانى ان هي كأنها مصح صحة كده بالتالي مع الاستخدام المستمر حتى لو عندي خطوط سببها جفاف فهتقل مع الترطيب المستمر للمنطقة ارضو الشركة كاتبة ان هو بيعالج الانتفاخات انا ما عنديش انتفاخات تحت عيني فما شفتش نتيجته في الموضوع ده اللي انا شفت من الكريم ده بعد استخدامي لي فترة كبيرة ان هو بيرطب منطقة العين كويس جدا بيديها نظارة كده وبيخلي منطقة نفسها مستريحة في نفس الوقت بيديها حيوية ده بالنسبة للنتيجة بتاعته معايا هو ككريم عين بصراحة بالنسبة لي عجبني جدا في نفس الوقت الشركة برضو مصرية سعره في نفس الوقت اقتصادي والنتيجة بتاعته كويسة جدا بالنسبة برضو للحجم بتاعه الحجم بتاعه ككريم عين كويس جدا الحجم بتاعه 30 جرام انا كريمات العين كلها اللي كنت باستخدمها كان الحجم بتاعه بيكون صغير لكن بصراحة الحجم بتاع الكريم ده واب كبير فحوى حتى قاعد معايا بقاله فترة كبيرة بالنسبة برضو لطريقة الاستخدام انا باستخدمه الصبح وبالليل بالنسبة للسعر بتاعه انا مش فاكرة السعر بتاعه بالزبط دلوقت بس هكتبه لكو على الشاشة اذا كان رأيي النهاردة في كريم العين بتاعه ستارفل حبيت ان اقولكو على تغربتي معايا لانه بديل كويس جدا للكريمات المستورة اذا اجبكم بقى الفيديو لا تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد بنعملوا انا واميرا مع السلامة